السلام عليكم متابعين الكرام من هم الذين يدخلون الجنة مقيدون بالسلاسل في أيديهم وأرجلهم وماذا ستفعل معهم الملائكة ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ربنا إن عصيناك فهذا بجهلنا وضعفنا وإن أطعناك فهذا لحقك علينا وطمعنا فنحن ننتظر النعيم المقيم في الجنة بفضلك ورحمتك ونرجو لذة تلقاها قلوبنا عند مقابلتك والسلام على رسودك محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي آتي باب جنتي يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمره لا أفتح لأحد قبلك فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الجنة فقال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي لكن هناك قوم سيدخلون الجنة وعلى رقابهم السلاسل الحديدية أخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأشخاص هم الأسرى الذين يخسرون الحروب فيقيدهم المسلمون بالسلاسل في رقابهم فعندما يعرفون صحة الإسلام وأن الإسلام هو الدين الصحيح يدخلون في الإسلام ويعلنون إسلامهم فهؤلاء الأشخاص سيدخلون الجنة ولكن في رقابهم السلاسل لأنهم دخلوا الإسلام بهذه الطريقة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وفي إحدى المرات كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ضحكت قال صلى الله عليه وسلم رأيت أناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل ما أكرهها إليهم والعطاء وقد تكفل جل جلاله لمن دخل في دين الإسلام وأخلص في إيمانه وأطاع ربه جل في علاه بأن يدخله الجنة ومن العجيب أن من الناس من يرفض الإسلام ومن العجيب أن من الناس من يرفض الإسلام وقد يدخل فيه الطرارة ولكنه بعد ذلك يحسن إسلامه فينال الرضا من الله عز وجل ويدخل جنة ربه تعالى في الآخرة اللهم إن نسألك الثبات على التوحيد وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد منه إن شاء الله لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك ترجمة نانسي قنقر